اندرويد ناين على النوت ناين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم ومثلنا عبدات من قناة قيك وموضوع اليوم استعراض لأهم المميزات وليس لطريقة التثبيت اندرويد ناين النسخة البيتا الثانية على الجالكسي نوت ناين في هذا الفيديو طبعا تجربة وما أنصح يعني باستخدامها إلا إذا كنت تعرف طريقة العودة للروم الرسمي وأكتب في التعليقات إذا أردت أن نشرح طريقة التثبيت أو طريقة العودة مشروحة في القناة لكن لإصدارات سابقة نبدأ على بركة الله مع التصميم والذي جاء مختلف جذريا في كل شيء مثلا الإعدادات أصبحت في الأسفل إعدادات كل تطبيقات سامسونج تقريبا أصبحت في الأسفل فبالتالي سهولة الاستخدام بيد واحدة أيضا مثلا لدينا نلاحظ الساعة كل البرامج تقريبا ولدينا الاستيديو أيضا كل برامج سامسونج أصبحت العدادات في الأسفل وأصبح تغيير جذريا نلاحظ يعني جماليات الاستيديو الظاهرة أمامكم عندنا برضو شريط السحب في الأعلى نلاحظ أنه أصبح يعني مثل الأندرويد الخام لكن بتعديلات سامسونج وأيضا لدينا شريط العدادات أو قائمة العدادات ووضع الطفل كان موجود ولكن تغيرت الفكرة الوصول إليه أصبح أسهل من خلال شريط السحب الأعلى نلاحظ مثلا الكاميرا أنه ليقونات كبيرة فبالتالي مناسبة للأطفال وإذا أراد الخروج من هنا لابد أن يضع كلمة السر والألعاب وما إلى آخر التحكم الأبوي إعداد ساعات معينة مثلا للطفل وبعدها يتم إقلاق البرنامج أو الهاتف ولدينا أيضا مشاهدة ماذا يفعل ابنك الصور التي التقطها وأيضا إذا أردت أن تستعرض له صور وفيديو معينة تضعها هنا عندنا الوضع الليلي أيضا ما كان موجود لكن الآن أصبح بشكل أسرع من شريط السحب في الأعلى اللي هي قائمة الإعدادات تلاحظ أنه أصبح بالوضع الداكن كل شيء سيصبح بالوضع الداكن وهو من أفضل لوضاع التي قمت بتجربتها على النوت 9 أنا شخصيا يعجبني عن الوضع الداكن وموقعي الشخصي لو تلاحظوا أنه بالوضع الداكن لدينا الأسماء لدينا الرسائل لدينا كل شيء أصبح باللون الداكن وهي مريحة للعين خاصة في ظل يعني ظروف الإضاءة المنخفضة لاحظ تصميم مدير الملفات لاحظ تصميم الاستيديو لاحظ أيضا عندنا تصميم بيكسبي اللي هي الصفحة الخاصة بسامسونج والشبيهة بجوجل هوم لاحظ أيضا تصميم التقويم وتصميم شريط السحب التطبيقات المفتوحة وأيضا من الأشياء الجميلة التي عدلت عليها سامسونج عندنا التطبيقات المفتوحة اللاحظ أنه إذا ذهبنا إلى الضبط ثم الشاشة ثم شريط التنقل لدينا الآن شيء جديد وهو إيماءات من الشاشة إيماءات من الشاشة اللي هي بالسحب من الأعلى بدون الأسفل آسف دون الحاجة إلى هوم في كل مكان طبعا الهوم ثم الخيارات ثم الرجوع إذا أردت أن تحذف هذه المربعات على طيل التلميحات هذا مثلا موقع الشخصي الرجوع إلى الخلف في نفس المكان وزر الهوم وما إلى آخر التطبيقات المقترحة بالتأكيد في الأسفل وتستطيع تعطيلها ولدينا أيضا إذا علقت على إيقونة البرنامج تستطيع تقسيم الشاشة أو تخلي التطبيق يعني يعمل في الإطار المنبثق أي في خلفية الشاشة وما إلى آخر لوحة المفاتيح أنا لست متأكد صراحة إذا كانت موجودة أو لا سابقا لكن لدينا الآن من الإعدادات ثم لوحة المفاتيح العائمة والتي يعني خيار ممتاز ولاحظتها يعني حاليا لدينا وضع اليد الواحدة السح من الركن الشاشة إلى الوسط سندخل إلى وضع اليد الواحدة أو من خلال يعني الإعدادات ثم اختيار الزر فمجرد الضغط على زر الهوم ثلاث مرات سيدخل إلى الوضع اليد الواحدة هي كانت موجودة لكن تم بعض التحسينات والتعديلات عليها لاحظ أيضا أنه في أي برنامج إذا سحبنا من الأسفل أنه الإعدادات مثل ما ذكرت سابقا في الأسفل وأيضا البرنامج ينزل للأسفل فبالتالي سهولة الاستخدام باليد الواحدة لدينا الإشعارات اللي هي على شاشة القفل هذه أيضا من السهولة الآن أصبح الوصول إليها والأولوز ان ديسبلي تم التعديل عليها بألوان وبعيقونات جميلة واللاحظ الآن أنه مثلا إذا ضغطنا راح يعني نروح على التطبيق ولدينا أيضا الكاميرا تم التعديل على رمز الإيموجي المعزز فوضعوا وضع الصلعة وأيضا تم تغيير الملابس وأيضا تم وضع الشماغ العربي الشماغ يعني غريب زي اللي يطلعوا في الإعلانات لكن يعني تم وضع الشماغ عربي وبعض يعني أكثر من شكل يعني الكاميرا أيضا غير الإيموجي الواقع المعزز تم تحسين الكاميرا فمحسن المشهد الآن مثلا لاحظوا أنه بمجرد أنه ظهر أمامه مثلا أو وردة راح يتعرف عليها وتلاحظ يعني أنه الايقونة راح تظهر في الأسفل والعدستين التقريب والتبعيد اللي هي العدسة الأولى والثانية أصبحت يعني بشكل أكبر وبأيقونة أفضل وأيضا الكاميرا تم التعديل على الخيارات فأصبحت في الأسفل ولم تكن يعني كانت في الأعلى والعدادات الأخرى في الكاميرا لم يعني ألاحظ أي تغيير فيها أتمنى أني ما أطلت عليكم وأتمنى أن الفيديو هذا يكون يعني نال إعجابكم وهذه بعض الصور من التحديث والتي ستجدونها إن شاء الله في XQF25 وفي موقع الشخصي في المقال الكتابي أخوكم المثنى عبدات من قناة Geek السلام عليكم ورحمة الله وبركاته